مشاهدنا في كل مكان أهلا بكم إلى آخر عدد من ترندينج الشروق نيوزة لعام 2022 عام 2022 لم يكن عاما عادي أبدا عام ازدحمت فيه أحداث كثيرة سياسية واجتماعية وعالمية وسنذكركم في آخر عدد من ترندينج بأبرز أحداث 2022 التي كانت ترندات في الجزائر والعالم عبر مواقع التواصل الاجتماعية من دون شك الجزائر مرت بسنة مليئة بالأحداث لعل أبرزها الاستعراض العسكري الضخم الذي لم تشهده الجزائر من قبل شاركت فيه مختلف أسلحة الجيش الوطني الشعبي في الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية استعراض تاريخي مشرف أشرف عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد حدث عظيم أيضا مرت به الجزائر هو القمة العربية التي استضافتها في الفاتح والثاني من شهر نوفمبر الماضي وهي محطة سبقتها مصالحة بين الفصائل الفلسطينية التي وقعت على إعلان الجزائر الذي يلزم بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشرعية في غضون عام في الشأن الرياضي الجزائر حققت نجاحا باهرا خلال تنظيم فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي جرت في ولاية وهرانة والتي أجمع المشاركون والإعلام العربي وحتى العالمية على نجاح البطولة من كل الجوانب في العالم أحدث كثيرة جرت وقلبت موازينه في 2022 ربما أبرزها هي الحرب الروسية الأوكرانية التي قلبت موازين القوى في العالم وأحدثت زلزالا سياسيا واقتصاديا خاصة في مجال الطاقة في أوروبا تحديدا من الأحداث المهمة في العام الفائت كانت الوفيات وكان أبرزها الوفاة التي هزت العالم وكأن العالم كله حزن لها كانت أبرزها أو من بين الوفيات وفاة الملكة إليزابيت الثانية بعد سبعين عاما من جلوسها على العرش فلم تكن إليزابيت مرأة عادية بل شخصية ذات ثقل كبير تركت بصمة راسخة في بريطانيا والعالم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاص الصهاينة خلف أثرا كبيرا في الوطن العربي فخبر وفاتها تصدر عنوين الصحف والمواقع ومواقع التواصل الاجتماعي عالميا ولعل آخر وفاة في الفين واثنين وعشرين هو وفاة الأسطورة البرازيلي بيلي الذي طوى اثنين وثمانين سنة ورحل ليشتاح قرات العالم الخمس طوفانا من الرداء ودع العالم عام الفين واثنين وعشرين بحدث تاريخي ترك بصمة عربية لن تمحى وهو كأس العالم الفين واثنين وعشرين الذي صدفته قطر هو منذيال المفاجآت كما سمي أحداث كثيرة حدثت في مونديال قطر لن نستطيع ذكرها كلها لكن أهم الأحداث يمكن هي أنها انتهت بفوز الأرجنتين بكأس العالم أما اللافت للانتباه هو تتويج ميسي بالبشت القطرية ومع طي صفحة عام الفين واثنين وعشرين أثبت ميسي أنه استطاع تحقيق المجد من جميع الطرافح فبعدما حصد كل البطولات في عالم كرة القدم في وقت يلاحق الندم والفشل البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي خرج من مونديال قطر بالبكاء والحزر لا يمكن حصر كل الأحداث في عدد واحد لضيق الوقت لكن يمكن أن تكون هذه أبرز مواضيع عام الفين واثنين وعشرين أنتم ما هو الحدث الأبرز الذي ترك أثنا لديكم؟ اكتبوا لنا في التعليقات وفي الأخير نتمنى أن تعود عليكم السنة الجديدة الفين وثلاثة وعشرين بالسعادة والصحة والنجاح مع موسم جديد من ترندينج الشروق نيوز ما علي إلا أن أتمنى لمتتبعي قناة الشروق سنة سعيدة وعام سعيد على الجميع السلام عليكم